موسيقى بسمك سيرة معلومة جميعا كنا بنتكلم في موضوع الفونكشنز كنا بنتكلم في آخر نوع من أنواع الارجومنت اللي هو الاربتاري اللي هي اتنين أسترس قلنا اللي دي تعتبر بتبعت بيكشناري ممكن ان دي كانت آخر اكزامبل احنا اللي تكلمنا فيه اللي رجعنا كده موسيقى على آخر اكزامبل موسيقى احنا كنا قلين ايه وبدأ ان شاء الله في العيب دوريه هنقولنا مثل لما بنعرف فونكشن وبنعرف الارجومنت بالأسجود ده يعني بتغطى بله بس اتنين أسترسك ما اكله بالزبط ولذلك قلنا واخدنا 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 ان ان بس ان تاخد بالك انك لعملت الارجومنت موسيقى 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 قبلول인데요 موسيقى جيشة لها شغلة في الفترة الأخيرة بقت مهمة في ناس بقت تعمل بعض الأعمال الاعتماد عليها بشكل قوي جدا وفي ناس نبقى مزالت لسه على النظام القديم أي أن كان أنا معن بيش مشكلات نظام القديم أو جديد المهم أن نتعرف على الشكل دولت وقت ما نحتاجه أو وقت ما نلاقي نفسينا فعلا أنشاغالين عليه بنبدأ بنبدأ نستغل المعلومات اللي عندنا فاحنا إن شاء الله هنتعرف على الأنونمس أو أنونمس يعني أنونمس أنونمس يعني غير ممكن إن شاءلي دكتور بعد اسم حزبتر هو الأنمي المزدوم شو هو المفروض أبجيكت بدون اسم شو معناك كده تجعب حتى فونكشن بدون اسم أبجيكت أبجيكت لا الأبجيكت كستان إنهم مزددنا من إن شاء الله إنهم مهذرة جزء ما توجد ممكن انت تعتبر الفنكشنز من ضمن الابجوتور انت دواء هيا ما بنعملش فصل تام للمفاهيم هياقول المفاهيم دي مجموعة من المفاهيم تابعة الابجوتورات المفاهيم دي مفاهيم الاسياء تأسيمة بوجهة نظر لكن في الاخر هي كلها برمجة اخلا ببعضها تمام كلها حتة واحدة وانا وهو الكلاس بعمل اف وهو الاف بعمل مش عمي اعادة هيا هميني مفيش مفيش فصل تام ما بين المفاهيم يعني فحننخط قيمة الانونمس ممكن تقابلنها في اكتر من حال بس حضرتك هو هو شئي نعم مفيش هو بس اه اه اطبر حضرتك كم التايز هو اصلا في الجابة في الجابة عشان بس انا اعاد في انا انو بس اوبجيكتس لكن في اصلا في الجابة كمان لمدة نفس الفكرة بس حريصة انك الناس اللي بتدار في الجابة برضو حتى انا لو رجعت للقرصات بتاعت في الجابة هتلاوني ما بشرحش الكلام ده انا كان ساعة ما كنت بقى اشح ما كانش في الكلام ده اصلا اه مني فالعمالية بتبقى اطور يعني فهتلاقي حتى الناس يعني مش محلولة للأسس ماش ماشي الانونومس عموما الانونومس يعني شيء غير معروف او غير محدد تمام؟ يستخدم في اكتر من اه في اكتر من موضوع يعني ممكن ان هو مثلا الانونومس اا اكتر الانونومس فانشن الانونومس اا اوبجيكت الانونومس ممكن كم ده كلمة انونومس كلمة مش يعني يعني عادي ممكن تستغل في اكتر من مكان على اكتر من مصطلح مختلف تمام كده؟ طيب اما بالنسبة لو كان السؤال على يعني هي أوبجيكت نعم اما لو كان يعني هي صحي ما شخصي انا هربض عليك اهل اول سؤال مختص ااااااااااااااااااااااااااااااااا بلون اكتراتيsehen اول اناالونومني انامان انا اللي ابحثوا في اكتر sweating جل hes a.keee اش female انا منه السؤال عندي بيقطع بقى من شوق من لدي او رأي او ايه شوق طيب ايو حضرتك سمعتني يا دكتور? حضرتك سمعتني? اقولي تبتيني. لا خلاص هو انا كنت بقول حضرتك يعني الجملة دي صح? ولا غلاص? لو السؤال على الجابة لو السؤال على الجابة انا اوضح لك يعني بالجابة. تمام? يعني كده كسؤال ورد سريع. الانونوماس موجود في الجابة? اه موجود في الجابة. ومعناها حاجة اسمها اه يعني هو نيملس. مالوش اسم في الفعلي ما بيش يوجد على اي شيء تمام? هو بس اه بنستخدمه تكريت. تكريت وبعد كده ابقى دينه اللي انا عايزه. بس هو في الاول اه انا عايزة استخدم الكلاس ما ممكن هو بس اه نيو كازا على طلوع الطاير. نيو كازا على طلوع الطاير دي اه انا كده ما عملتش اكس بتساوي نيو كازا على الكلاس. ما حدست الهش مكان يعني ما حدست الهش مكان. يعني اه انا بس عملت نيو واسم الكلاس وخلاص هو كنت اتكريت في الميمولي وامتقال ضوت وامتش اخيالي. فانا ما ما عملتلوش اسم ولا انا خزنته خالص. انا اشتركت مباشرة. فلو انا عمدي كلاس. طبعا معلش الناس اللي بتتبعينا معلش انا ارد ان اسؤالها مش عايز الباقي اطلاغوت يعني. اندي حاجة جانبية هارد عليها وبعدها ارجع لموضوعنا. فالكلاس انا عمي كلاس معين. انا اعطي لياي دكتور لو فيها عطي لياس. لا 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 انا بعملت كلاس اسمه تيتشر. تمام? كلاس اسمه فيه ثلاثة اربعة فونكشن. وانا المفترض لما اجاعرف منه اوبجيك بقول مثلا ايه تي. بتساوي نيون تيتشر. وبعد كده بقول تي دوت وام كلمة الفونكشنز الداخلية. مزبوط الكلام. ده الطبيعي. في الانونوماس اوبجيك للنعب اللي بقى. هنقول مثلا ايه نيو سبيس تيتشر. وافترخوص وقفلو. دوت مثلا اه دوت سالة. كده انا عملت ايه? انا ما عملتش اصلا ما سميتش الوبجيك. انا عملت نيو واسم الكلاس وفدحت الكنوستركتور وقفلتو ودوت ومتبكلم فونكشن او مكلم بروبرتي على طول مباشرة ده بنسميه في الجوابا الانونوماس اوبجيك. الانونوماس ايه? الانونوماس اوبجيك. كمام كده? عشانت السؤالك ترى على نرجع للموضوعنا احنا. احنا كده بنتكلم على الانونوماس وكلمة انونوماس زي ما اتفقنا دلوقتي احنا ممكن نقابلها في اكتر من موضع عادي جدا. ايه في بعض المراجع ممكن تلاقل كلمة لكن هي اسمها خلاص. والناس بتنتقق تقول لامبدا وهي بتنتقق سريعا لامبدا فلس لكن البي مش موجودة. وهي موجودة في تحريسات موجودة قديما موجودة قديما في لغات زي السي والسي براس براس والحاجات دي كانت موجودة تحت تحت مسمة اسمه انلاين فانكشن كانت موجودة في الجوابا سكريبت ابو اللعبة دي كلها ابو الكصة دي كلها كانت شغل عند الجوابا سكريبت وكانوا بالتريقة عليها بروسباكيتي كود فترة من الفترات الزمنية. تمام? لان كانت بتدخل كده وتستخدمها وتبعطها برقام مثلا ومش حاجات كده كانت غريبة عم باقي اللغات كلها. فكانوا بيسموها وكان اقول لك لا او كلام زي كده. وكان في حاجات تاني طبعا بيطلق على سباكيتي كود. وبعد كده انطلقت حاجات اسمها وبدأت تعتمد بالكامل على فكرة وانا ممكن ما ساميش وانا ممكن اعمل شوية حاجات كده على السريع. وحسابات والى اخره. فانا اطلع مفهوم من ايه? وصور منه تسمى اسم مختلف. اه ايا كان كانت تسمى تقريبا الاسماء التانية. وبعد كده اه في الاخر هي يعني الاسم اللي النار بشوفه اريح. الانونوماس فانكشن بدون اسم. نستخدمها بشكل مباشر. تمام? طيب ليه والغرض والكلام ده كله هنشوفها. الفانكشن دي اه بيسموها انونوماس بحيس ان ايه اصلا مش متعرفة مش محصولة مش متعرفة بتقريب عادي ومستخدمها دف ومستخدمها دف كي وورد ومستخدمها وبنال عليها بالشكل العادي. لأ. احنا بنستخدم كلمة لامدا جوة اللغة اللغة التانية بتبشي لامدا. لكن اللغة ابنتي في لامدا. خلاص كي وورد عشان اقدر اعمل عشان اعرف ان دي انا نومس فانكشن. فما بدأها بكلمة لامدا. خلاص كده? اه بدل كلمة دف يعني للاخر. بدل كلمة دف انا بنستخدم كلمة اسمها ايه? لامدا. اه شكل. فونس. يعني مجرد اه منظر ما او شكل ما هما اه يعني اه مش اكتر يعني يعني هم? يعني ان ازاج practice conditional on. طب اللீ احنا بناخد انة ازاج it to define your function.命 trainingerkつ 퍼ديد استخدمك علشان تديك يعني تديك اه امكانيات اخرى. تديه امكانيات ايه? امكانيات اخرى. فupulla function a lambda formula formula بتاخد برضه any number of arguments ممكن تاخد اكتر ؟ بدار زيا بيعام تواجدك دائم يبدي استخدمك بحاجة احدى. j segmenter we return wat manten. كنت بدDear. ترجع له حاجة اهيه ؟ حاجة احدى. خلاص? اه 같은데 كنت Ni يعني. من الاخر كان نوت كونتين كومنتز او 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 يعني مقدرش اكتبقيها. اسطر من الاوامر والبتاعلقة. هو بيبقى امر واحد على السريع. تمام? فهي بتبقى معمولة زي ما تقوله كده فونكشن خفيفة. ده معا في المفهوم بتاع الا اه لو اكد عشان الناس بس. اتباعش واحدة المفهوم مفهوم ده. يعني اللامضة فونكشنز في اللغات التانية ممكن نكتب اكتر مساطر عادي جدا. تمام? لكن انا بتكلم دلوقتي على ديه. على البيسن يعني. طيب. اه الانونماس فونكشن كان نوب بي اه دايريكت كور. مقدرش انها ديلها بشكل اه مباشر زي ما كنا بنعملها جده. اه 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 انا نستبعلها في شيء. يعني بقالنا ديها باسمها لانه ملاش اسم عشان ندع لها اصلا. ملاش اسم عشان ندع لها. تمام? اللامضة فونكشن has their own local name space. يعني هي لها. يعني زي سكوب خاص بيها. او البرامتر بتاعتها. خالص كان global name space. يعني ندعش تعامل معها ان هي حاجة عامة. لان هي اصلا ملاش اسمه وبالتالي كل داخلها مش طعف توصله لان يعني يعني ما اجيب اقول لك مسلا اين. هاتلي من من المبنى رقم خمستاشر في الشقة رقم اتنين فلان خلاص. طب انا اصلا المبنى ملاش اسم. هقول لك روح جبلي من جواه ايه هقول ايه هقول ايه? لما اصلا العنوان الاساسي الرئيسي ملاش اسم. تهينتوا الفكرة? وبالتالي بتستطيع على ايه يعني عنوان ايوز على دول مرة واحد استخدام سريع. لكن ما معرفش اكلم اللي جواها بسبب ان هي اه ملاش اسم. وكذلك قلنا لامضة هي اه اه وان لاين يعني بس يعني بس انا 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 اعتبر بس هكتب سطر واحد. اه بيقول لك كان في اه في السي و السي بلاس 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 حاجة اسمها اه 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 تمام? بس هو فعلا الغرض منهم هم الاتنين مختلفة. تمام? الغرض منهم مختلفة. رحل من النومة بيعملوا دايما انت شاهدوا بس انا مش هخش في التفصيل واقول رأيي فيها لان هي كده كده مناخر انا مش بتوع سي ولا سي بلاس تمام? تخلينا في الااا اللامضة بتبقى شكل عامل ازاي? اولا بكتب لامضة تمام? بابعت الارجومنت هنا عادي جدا يعني اكس كوما واي كوما زيت عادي جدا. وكولون وبعد كده طب ايه الفكرة? بص. صم ده بالنسبة لي طب ايه? تمام؟ بيساوي. لامضة يبقى انا هاعرف فانكش. يبقى انا هاعرف ايه? بتاخد ارج وان وارج تو يعني دول بتو ايه او 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 زي ما انت انا نسموه سنوه او 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 الهتة اللي بعد الكولون دي هي جسم جسمي. يعني اكدناك كده ما بين ما بتاحت دف وبتكتب. لكنك تحت تدف وبت ايه? وبتكتب. فقال لك ارج وان زي ارج وان زي ارج وان. وبدأ يطبع قيمة السامة مباشرة. ده تعرف لفانكشن. ده شكل من اشكال تعرف لفانكشن. انا اخد ده كده نجربه كده. على هادي كده عشان بس ايه? احنا اخذ بس ايه? خفية يعني اللمضة يعني? لكن تعال ان ايه? نقول بسم الله نشيل كل كران ده خالص. احنا نتكلم على. لما ايجي انا اقول اه اعرفت مثلا سام وانا سام جيتساوي. اوانا لامضة اول حاجة اعرفت لامضة. انا اعمل فانكشن. اعمل ايه? اعمل فانكشن. دي. اه يا ريت تلاحظوا معي ان انا اقول فيها شكل اولا بتاخد مثلا ايه? تمام? يبقى ده انبوك بتاعها. او ايه و بي مثلا. و بي. كده. كده اكلني بالزبط. خلينا نعملها كده. خلينا بتاخد ايه بلاس بي. الفانكشن دي كده تسوي ايه عندنا في اللامضة. لو انا هكتب نفس الفانكشن دي في اللامضة اعمل ايه? اقول اللامضة ايه كوما بي. ومجايل ايه لس بي. بس خلص. شكلها بس بقى شكل ايه? شكل مختصر. مش اكتر من كده. انا عملت فانكشن بتاع تسمى برضه. بتاخد ايه و بي? وبت ايه وبتجمعهم. مزبوط ومش مزبوط. بتاخد ايه و بيه وبتجمعهم. هنا هو عملت بس بشكل اللامضة. بس هو ده شكل الجديد. الشكل الحديث. مش اكتر من كده. يعني احنا جان عملنا. خلاص احنا عرفنا ايه و بيه وبقيمتهم عبارة عن ايه. صح? طيب. لو بتقولت سم. طبع لو بتقولت فانيه وانادي على فان وان. يعني هاشتر برضه ليه فانكشن القديمة. فانكشن لامضة. فان وان. فتحت قوس. متقل له خمستاشر كومة خمسة. وقفلت. وقفلت. طبعين? ايه الشكل بتعملها دي? لو انا هتكلم عن الشكل الجديد. اللي هي الصقص اللي منها سمت صح? باقول له ايه السم. افتح قوس عادي جدا وابعت الخمستاشر وبعت الخمسة. نمين للصم. نمين للصم. خلص? بالشكل ده. يبقى في الكل هنا. في الكل هنا انا اشتغلت بنفس المبدأ. لو بتقولت خمسة. اتي جابت لك شنو دي جابت لك شنو. بس دي اللي هي الفونكشن العادية. ودي بشكل لامدا فاللي التين جابو لي نفس ايه? نفس النتيجة. هل يا طرح? الموضوع واضح ولا محتاج اضاحة? يعني انا حضرارك بعد في الفونكشن اللي هي لامدا دي. ما يدل ايه بلاس بيه ممكن انت بقى الاكواد اللي احنا عايزينها بس على سطر واحد? ولا لازم على سطر واحد تحديدة يعني? بالسطر واحدة. اي اكواد نكتبها هتكتب? هتشتغل ممكن. طب لديها فيديتها ايه? ايه الغرض مني يعني? الغرض منها الاستخدام السريع. لما كنت بتبقى عايز تعمل بس فونكشن انت فعلا هتروح مش عايز تتعرف فونكشن وبعد كده تستخدم اي عمد انا هعمل الحاجة على السريع مسلا. انا مجرر بس بجمع رقمين يعني قضية اه هروح عرف الله فاروشن واعمل لها مش عمقية. شغل تبقى للطوارق مسلا يعني. ممكن نقول كده. مش طوارق لكن هي فيها كزا مستوى حرفك عليهم كمان شوية. يعني فيها كزا مستوى في مستوىات منها واضح او ان هي مهمة. تمام? في المستوىات زي كده ما دي هي دي يعني ما فرقتش يعني. تمام. مش فرق. يعني عشان كده بقول لك ايه في حاجات هتلاحس ان هي ايه? اه خلاص اتعرفتنا على الشكل الجديد. برضو على فكر اي حد بيتعلم لازم اتعرف على كل الاشكال لاسباب كتيب. انت ممكن ده هاتب بتصيرش على انترنت انت بتدور على فكرة معينة او حاجة معينة حد يعلمها. صح? تمام. فواري ده انت بتصيرش تلاقي حد كنت بتكتب طيب مش موارد تقول لا 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 انا ما بفهمش في الكلام ده انا سيب وامش. لازم تاخد فكرة. حتى لو انت تتبسك ما بتشتغلش بالاسلوب ده. وما اختلفناش. حطاها حطاها ايه الغرض من هو حط دي بالزاد بس مش اكتر يعني. صرف نظر عنها اللي بابحس. اللي وارده هو هاي اللي احطاك حطال لا. معلش صوب قطع في الاخر تاني. نعم. صوب قطع في الاخر والتاني معلش. بقول لك اللي حطها اكيد حطها العلة يعني. او حاجة هتعملها مش هتتعمل بالاولينية. هتعملها مش هتعملها مش هتعملها بحاجة معينة او بتفيدني قوي واضحة قوي منيزتها بالحتة دي. تعلمني? تمام. فبتعمل حاجة التانية. طبعا حاجة التانية في بديل اه ومتش مش كده. في بديل اه ومتش نستغلوش بنفس الفكر غصف. الفكر بتاعنا احنا. اللي هو العرب شوية. بنعمل ايه? اخدوا لكم الحيطة دي فرق ارغم ان هو كلام. لكن كمبادئ فرق. ففهموها كويس لان المبادئ دي في الانتشاهدات القدام هتفرق معك انت وبتكتب كله. الناس تحليل الشخص للناس الاجانبية وبتكتب اكواد. والناس العرب وبتكتب اكواد. في فرق جوهاري بيحصل جامل جدا ما بينهم هما الاثنين انا لاحظهم. على مستوى الشخصي يعني مش حاجة علمية يعني. اللي بيبتب اكواد الراجل اللي بيبتب اكواد بيبدأ يحط بدأ الكتب جديد. يعني 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 مسلا هو عمل مسلا عادية جدا للموازف. دي الموازف. فبيحط بسهم مرتب ومرتبه السنوية والمشاعدية. احنا احنا العرب ما بنعملش كده. احنا بنعمل ايه? بنحط مسلا نفس الكلاس بستعمل موازف مسلا عشان يحسب لي مسلا مرتبه. فبقول لك الاول انت عايز ايه? فبتقول لي مسلا انا عايز المرتب. وعايز المرتب بعد الزيادة. وعايز مش عارفين. بعمل اللي انت عايزه فقط لغير. بعمل اللي انت عايزه فوقحات لغير. هم عندهم بقى مش كده خالص بيطلقوا العنامي. فيكم عمل لي يقول لك ايه? ويجب لك مرتب. ويجب لك المرتب. ويج وبجيب لك المرتب بالفاتل. ممكن تقول لك المرتب وتبعادة اللي انت عقد للشهن. اناً اقول لك المرتب يبقى كام. وممكن اعملك ويبدي ايه? يقلف افكار كتير على نفس الحينة الصغير. يقلق افكار كتير عنافس صغيرت قوله. لقد قلت مانتا ليه عملت دي. تبطلوك تصل بالطرقة دي. وانت بتوصل بالطرقة دي. قولك ما تعرفش اللي هي. اللي هيستخدم الكود هيبقى دماغه ايه? وفكره ايه? او محتاجها شكلها عمل ازاي. ما تديهوا كل ايه? كل الاشكال. فبيقولوا فرايتي. يركزوا على الفرايتي. فرايتي يعني التنوع. يركزوا على التنوع قوي. احنا لأ. ما عندناش الفكر ده احنا. احنا على قد وخلص. فان ازاي يعني ايه المخلوب دي? طيب انت عملت دي ليه? آآ عملتها يا اخي لأ ما تعملش حاجة زيانا عن اللازم. طيب ما عملتاش شخص زيانا عن اللازم يعني. بعمل امكانيات فشو لأ ما تعملش امكانيات فشو. ولزلك ما تيجي تشوف البرامج بتاعتهم هم المنتجة. وبرامجنا احنا العرب المنتجة. تلا برامجنا يعني فقيرة جدا. كانوا بأمانا. فقرة جدا. يبص على برامجهم انت جتلتها بس الابشنز يجي لك ساك تقلبيه. ايه كل الاختيارات دي? عملتها انت والابشنز الكتيرة ولو عايز تعملتها. هم بيتنوا بيتنوا كل حاجة. ان هي تبقى دينامج ويديك اوبشنز كتير على قد ما يجي باله ويحط اوبشنز. احنا لأ. انت عايز واحد دي انت يبقى انامج وهو واحد انت. فالفكر ده في البرمجة والحاجات دي المفروض نميل لفكر لايه? لفكر اضافة الامكانيات. مش لفكر طالما دي ما هو دايما ما معاملش دي. اعملني? دي ازمة حضارة سيادتك بقى. طبعا. ايه طبعا. وكمان ازمة حضارة فينا لان عندنا اتبانت في افكارنا ان طالما فيه طريق ما تعملش الطريق بديل. الاسر. ودي انا شايف ان هي لأ مش مش حلوة. مش حلوة مش حلوة ان احنا ما يبقاش عندنا طريق بديل. لو فتح من واحد واتنين وثلاثة ومتصيف كل الناس تفكر في طرق بديل او اكتر مشاكل. وعليها جمع. ايه تديني تنوع. تديني تنوع وتديني امكانيات بنا بعد. انت بتعافش بتاعي استعمل. نعم. وابداع. وابداع. تديك ابداع وتديك امكانيات. بتلاقي نفسك غنة. بتلاقي لابليكيشن ما بتعطب ويطلع بتلع خان المليال. لكن يجي يقول لك يا احسن ما عافش نقفل الابليكيشن. ما عافش يقول لك يعني ما خلينا على قدينا عشان نلحق المدرات موقع نعملهم من تلات موقع دوكراس. ليه? لان احنا بقى للاسف. هدفنا قصيرة المدى. تمام? وزوف الحياة نخليه يعني يعني طبع عشان برضو. لا دي ازمة التفكير يا دكتور عادل ما ناجه بظروف الحياة دي ازمة التفكير. لا 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 بأس. لان احنا يعني مسلا. له اثر. اه ليه اثر كبير. لان مسلا اغلب المبرمجين. اه رغم ان وجدوا مرتبات حلوة. وكل حاجة. لكن برضو في احتياج. ازاي مسلا المبرمجين الغرب يعني تلاقي ان مرتباتهم عالية جدا وامكانياتهم حاجة تانية. فبتلاقيهم عندهم وقته وراحة نفسية وانتاج لفهنة. لا تلاقي الرابل بيخلص شغله في الشركة. وبيلقاعد في صفران طول الليل بي ايه? يعني بيبرمج له قبل ايش انا كده عشان يكون من نعيش على جنبه. عشان يقدر يسد على الحياة والكساس هو بتاع. فبرضو الضغوط دي بتخليه ما عندوش وقت ان هو يحاول يفدع يعني. فالإبداع بيموت. والإبداع المجدود لأ مشكلة. انا ما عافش اللي خانف موضوع ده بس يعني ايه صحيحا دكتور. كنتين الجانبيتين لما تتعلموا هتفرق معكم لو انتم قلقتوا تبنوا وانتم بتحطوا افكار بتسروا الموضوع. السراء. صدقوني دلوقتي احنا كل حاجة الوقت في الفترة الاخيرة دي بقت بتكتر. في منها بداء الكتير. فإذا ما كانش البديل بتاعك انت اللي هتقدمه مميز. الموضوع سعب. وعلى فكر ان بقول مميز الناس بتفتكر ان عايز فكرة واو. اكبر غلط. كل الشباب بيجروران ويحاول يدور على فكرة مبهرة ولا اي كلام فارغ. كلام فارغ. فكرة بسيطة بس غنية ومخدومة صح. ومليلا امكانيات افضل بكتب جدا من فكرة واو. ومش مخدومة ولا متقدم على امكانيات ولا كلام. والواقع خير يعني خير شاهد يعني. الفرج على الفيس بوك المتخلف ده. فكرة فكرة متخلفة. ببسطة جدا فكرة ضعيفة جدا. لكن شوف الانجاز مش كنا الياح لانه قادل يخدموا عليها وما حولها لغاية لما خلوها حاجة في الواقع الاخير حاجة لا. حاجة صعبة جدا. حاجة صعبة جدا ان واحد يعملها. حاجميني او 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 شركة تعملها. صعب. يا مشاركات وناس بتكلمني شركة شهريا. لازم معايا مجموعة او شركة او احدا بيكارين عايزين نعمل زي فيسبوك. على طول بقولهم لك مش هيحصل. السلام عليكم. لان لان اه دماغهم متأخرة من قبل ما يبدأوا. فيان ازاي دماغهم متأخرة من قبل ما يبدأوا. مش فاهم يعني كل البشر هو خلاص ما بايش فيه غير الفيسبوك والواتساب هو اللي عايزين نعمل زيه. يا اخي ما يعني افكره عام كلها وقفت. معين انت جاي تنافس مين? انت متهالك انك هتنافس. هعمل واحد احسن منه. والله تعمل واحد احسن منه. هتفشل. هتفشل يا عمي ده جوجل عملت عملت افضل من الفيسبوك مرة وفشلت. افضل من احياء التكنيكة ليعني. فشلت. لان في عوامل اخرى نجحت الموضوع. بس التوقيت اللي ظهر فيه الانتشارة اللي امتشر وخلاص. فانت ما فيش حد من الناس اللي انا عرفوا عامل عليها. هماني? عامل عليها. اتكلم نفسي اناك. فدي مشاكل. مشاكل تسويقي ومشاكل تسويقي. مشاكل تسويقي عظيمة جدا في موضوع البرمجيات. مشاكل كبيرة جدا. والاسب اغلب المبرمجيين يوك. عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع التسويقي. يعني 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 احنا يعني احنا انا مضع صورة حتى على مصور المبرمجي المفرد. عنده كده مكتبة كده مليانة مرسوك راسة كده. برامج عملها في حياته. برامج لعيادة مش عابد دكتور كنت عسنان. برامج كنت عمله مش عارف اللي رامج بتاع السواق ماركت اللي تحتينك. برامج كنت عمله. ويعتر يعد عدلة. حاجات ماركونة عرفت. ما انا عمرها تستقرم. كان زي لانه كان عملها طبعا افكار مقفولة جدا. على قد حاجة معينة. وفي نفس الوقت. مش بيسوى لها ولا بيديها مكانات. فطبعا عملية ضعيفة. اه اضعينا واحد شوية. معلش كنت عايزين يعني. سو هادا الواقع فعلا. اوه مستعمة. اوه مستعمة. اوه مستعمة طبعا. اوه مستعمة طبعا زرور كنت تتحسن عا حسب الحالة الموجودة يعني. طيب احنا اوه اللامدا اكسفريشن طبعا. يعني لو حابنا نعمل اي فونكشن أو هي فونكشنز اللي احنا قلنا عملناها. حبنا نعمل الزورة. بقى الفكرة مفهومة هي تلسيل اخر. هاديني الصم صح. وياديني الكونت. مزبوط. وانا اعمل له ايه? انشان على الكم ده. الشيه دي كده اللي بتحسب. خمسة. عملتها كده ببساطة جدا من الفانكش. فكرة اللي اللي دكتور عديل. نعم. الفكتوريال. الفكتوريال كسة طانية. لان الفكتوريال عايزة اس بتنال عليه. وانت انا عندكش اس بتنال عليه. يعني بتنال على نفسها يا لاش اس واصل. صح? عمان. كمان. طوانا جيت طبعت كده لفكت الافريج. الافريج ديكن عشرين وهم رقمين صح. يعني ممكن ابعث له مثلا عشرين. وهم رقمين. مع حاجة وربع من عشرة تريبا. عشرين وهم رقمين. صح. عشرة. لو بينا تنال. اوش صورة. ابي ايه? العشر. اه كفانكشن خلص عرفنا شكلها بس المجرد المجرد المعرفة. لكن في حاجة اه بعيد بقى عن الحاجات الطبيعية اللي العادية ايهان. اللي احنا هقولنا عليها بتبقى مميزة اوي باينة اوي في الموضوع بتاع او ايه? ايه? لو جيت عملت لو استخدمت فانكشن. 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 عادي بقى ما هي امر. او دانا او طان. هي في الاول في الاخر هي ايه? امر من الامر. صح ولا ايه? فلو انا جيت قلت ديف مساعة. اه وعملت. مالتي تيبل. يعني مالتي بليكيشن تيبل يعني جاله. ماشي? كنا عملنا قبل كده. مالتي بليكيشن تيبل. تمام? والمالتي بليكيشن تيبل ده هادي له اه اه راح. عشان يعمل احس بالمالتي بليكيشن او الدرب يعني. حلو جدا. قبل لك عشان دوقتي انا هعمل فانكشن عادية بس هحط جواه نامضة ايه? نامضة كسبيشن هتديني ميكانية تانية خوية جدا. لو بتقول تريتير. خلاص تريتير. وكانت نامضة. قلت والله انت هدوا فروض تبعث لي رقم. والرقم ده هنه هضربه. فوهن اللي هو جدول الدرب بتاعه. اول سمليه تيبل. لان جدول هتطرب فيه. ماشي؟ ولأن اللي هو الرقم اللي هو واحد اين تترت continued مثلا من واحد اثناشر يبقى تنين في واحد اتنين في اثنين اثنين في تترتائية ليlio Mysy 1-2. ماشي? طيب ده عادي. ده عادي. بس الغريب ان انا وبعمل رتير عمالة لامتا اكسبريشن على ان. صح? وعندي تيبوت. وهو ايه الان? هتخبرهم من فكرة? نعم لازم انبوت الان. لازم فيه انبوت الان. زي ما يزمن ده بالظبط. بص ما انا معاين انا عمليه. بص معي اركز معاين انا انا اعرفت مثلا هنا برا الفنكشن خاص برا الفنكشن خاص. قلت اني مسلا اه اثنين. ماشي? وجيت قلت مسلا بي اي حاجة? اي حاجة? ماشي? بي بتساوي. تيبول. هنالي على الفنكشن بتاعت الاسمها ملتو بليكيشن تيبول ملتو بليكيشن تيبول. ملتو بليكيشن تيبول هبعت لها مثلا ايه الجدول اللي انا عايزه مسلا وليكن. خلينا خليها جدول اثنين. لو ان. ماشي. لو ان. ايش هل نعمل او ابعتنا نخلي نهو تيخدو انبوت الانبوت 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 الانبوت. ايش هل نعمل او تيبول ملتو بليكيشن تيبول وعطلو مين وعطلو مين وعطلو مين وعطلو مين وعطلو مين. البيدي هاتي بابراني. البيدي هتبقى عباره عن ايه? اتعلم البريند للبي. الحيطة اللي محتاجة تركيز. البيدي هتبقى عباره عن ايه? لو جيت عملت كده اكفي خمسة. قال لي ده خلطو مثلا خمسة. لما جيت عباره. قال لي خمسة دي على ملتو تيبول ودي مفترض لامضا وده الهاشكو بتاعها. يعني مديني. مديني هاشنج كده كفونشن عنده في الميموني. يعني هي الوقت شايلة. هي الوقت شايلة. تمام؟ اللي هي مين؟ اللي هي الاخت بتاعت. من هي البيدي. البيدي دلوقت شايلة. الريتير من الدي. اللي هي هي بقى. ان بالنسبة لها غير معرفة وغير محددة حتى الان. والتيبول هي عرفة اللي هو التيبول اتنين. والتيبول هي عرفة. فهي مستنية. الان عشان تقدر تشاهد. فاصبحت البي اصبحت البي لامضاكس بريشن. فاصبحت البي لامضاكس بريشن. لو انا جيت حبيت تستغل لهم جاي يعمل ازاي بقى؟ بص بقى الحركة دي. فهو ما قلل له ايه فور اي ان. رينج. مسلا عايزين من جدوى اللي غادر الواحد اتناشر. اقول له من واحد تو تلاتاشر. اللي هي من واحد اتناشر. صح? واقول له برينت. الان. ماشي? الان. ضرب اكس. كوما. الاي اللي هي الاي. دي واحد اتنين ترات اربعة خمسة سبعت ما ديسة عشر. الوقت الاخ اصح? كوما. بعدها يساوي. يعني اتنين ضرب واحد. اتنين ضرب اتنين. اتنين ضرب ثلاثة. اتنين ضرب اربعة. اربعة. ما مش ايه حاجة جديدة خاصة. صح? الخبار اكبر من اللي جاي البي بالنسبة لي اللي هي ايه? ها? خلاص صح? لو قلت له بي دوت البي دوت. هتطلعك حاجة اتذرى يا تفاصيلة. لو قلت بي. وفتحت كوث هتقول لي هاتي ال-n اللي هي نقصها لأن ال-b اذا تنفسيها n عايزة n كريت بقوله مين ال-n اللي هي ال-r صح؟ طب دكتورو عملت بدون فرق وعملت يعني زي المثال الأول معاملت البلنت ال-b انت عايزتقول لو عملت البلنت بي اوف تمانية صح؟ مثلا نعم بي اوف تمانية هي اصلا ال-b معرفة ان ال-n بجدول اتنين صح؟ مسلا او الجدول هندخله اتنين مسلا اتنين لما بعت لها تمانية راسي هتبقى هتكسب ازاي اتنين في تمانية اعطوط بكام بستاشرة وتطلع لتين اعطوط مباشرة طب دكتورو اه لو جينا عملنا رن كده مسلا وطول جدول اتنين جاب لي بستاشرة زي ما انا ادفعنا وين هو الاتنين واحد باتنين اتنين في اتنين باربعة اتنين ثلاثة بستة وين يبقى هو القيمة اللي هترجع لي هي قيمة هي فونكشن يعني ما رجعت ليش كمه مباشرة لا ده رجع لي فونكشن والدليل ان لا البي دي ما بقيتش مبقيتش من فونكشن انا لسه ممكن احدد لها قيم معانا تشتغل عليها طب انا لما انا كنت اعود اعمل التابل كله واعمل واطبع لا 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 اولا بتبعث لي رقم انا بحدده باستنى الرقم التاني بقى وقت ما انت عايز بقى فانت خلاص اي رقم تبعث له بيبقى مسبت الى رقم وبشربع التاني يعني هي فيها لفة كده محتاجة ايه يعني دكتور كأنك انت دخلت 2 براميتر يعني البراميتر الاولى تبعت الملتي تابل والبراميتر التاني تبعت اللامدة عايف عملت ايه عملت بعت براميتر ماتشن لكن الريتير اللي كان اصلا قيمة او مش مستنية قيمة كانت مستنية الان وهنا عليه مستنية تبعت لها ان تشتغل فالخيمة اللي رجع مش غالية وبالتاني الخيمة اللي رجعت للبي خلت البي فونكشن بستنية رقم فكل ما تبعت لها رقم تشتغل عنها